هلو يا حلوين وحشتوني جدا جدا تأخرت عليكم شوية جو كان حار وأنا كمان من الناس عندي جيب الأنفاية كده بتبقى مش أفضل حاجة فبيبقى صعب علينا أن أتجرب معاكم عطور تانية الحقيقة في فيديو النهاردة هيكون فيه عطور أكيد وكمان فيه منتجات أنا حبيتها جدا الفترة دي فنقدر نقول إنها مفضلات الشهر ده فيها مشتريات كتير جدا جدا بقى ليه كتير ما كلمتكمش عنها بصوا قد إيه الحاجات كتير قوي قوي خلوين نبدأ الأول مع البادي سبلاش اللي جربتهم أو البادي ميست ومعطرات الشعر والبيرفيمز والحاجات اللي أنا عارف أنتو بتحبوها دي وبعد كده أقول لكم الحاجات التانية أول حاجة عايزة أكلمكو عنها هو البادي ميست ده من سولان مور وهو اسمه بيرلا بيرلا ده أنا متأكدة أني أول ما أكلمكو عنه نهاردة هتروحوا تشتروه بيرلا هو ويت ماسك بالزبط سولان مور عندهم حاجة اسمها ويت ماسك بس هي مش ويت ماسك اللي أنتو بتدوره عنه أو مش الميست الأبيض اللي هو رحته باودوري ورحته فراش لا بيرلا ده رحته مختلفة ده هو الميست الأبيض فعلي يعني كان المفروض يبقى ده الاسمه ويت ماسك التاني ويت ماسك هو مسك بس مسك شرقي رحته على بخور كده أكتر أما ده ده بالضبط هو إجابة سؤالكو عن إزاي في بنات بنحس أن دايما رحتها فراش قوي وكلين كده وكأنها لسه خارجها من الشاور ورحتها النظافة جدا جدا هو ده إجابة السؤال بجد أكتر حاجة شفتها في الماركت المصري هنا موجودة أداء وكواليتي وسبات حلوة جدا أفضل كمان من وايت ماسك اللي هو من باديليشوس كنت كلمتكم عنه قبل كده اللي هو ده تعارفينه طبعا ده بس الوايت ماسك هنا مع فانيلا ورحت شوية سويت ورحته على عمنا زي وايبس كده أكتر زي البيبي باودر أكتر أما بيرلا لأ المسك الأبيض بالضبط اللي بنحطه بعض الشاور لو أنت لناس بتحب تحط المسك الأبيض ممكن جدا جدا ترشي الملابس بتاعتك بالسبلاش ده أو ترشي على جلدك لو أنت جلدك يستحمل أنا من الناس الحقيقة اللي عندي بعض أماكن كده في الجلد مش بتستحمل أبدا أي حاجة أرشع عليها فده أرشحولكو جدا جدا هيعجبكو قوي سعره تقريبا 200 جنيه بس هو حجمه 120 ميلي باديليشوس عمل ديودرنت بس هو مش ديودرنت هو ديودرنت وانتي بريسبرنت كمان يعني مانع للتعرق بريسبرنت أنا مش بفضلهم بس ريحة الفايلت باتشولي دي هي ريحة لفيبال من لانكم بالضبط هي لفيبال بالضبط أنا بحب السينت دي جدا من الناس حب لفيبال على فكرة قوي قررت أجرب السينت دا وكان فيه كمان منه وكان فيه كوكنت بريس وكان فيه حاجة رابعة مش فاكرها هي ايه لكن هو بينزل منه 4 سينت بس جربته بيعمل حماية كويسة قضيت يوم برا ورجعت هايل بيحمي كويس قوي بس يوم واحد لأن أنا أخذ شعور الصبح باخد شعور بالليل بعد ما برجع فهو بالنسبة لي في الفترة دي كويس قوي بس أنا بالنسبة لي كده قاعد فوق 16 ساعة حاجة كمان عايزة أكلمكو عنها الفترة دي حباها جدا جدا بستخدمها بعد كل شعور هو الهير مست دا كنت كلمتكم عنه من فترة سيفن سيكرت السينت دا اللي هو سيكرت لاوف دا ريحته بالظبط زي سكاندال باي نايت بس أنا حبا طبعا هو ثابت جدا جدا بيقعد على شعري لو رشيت أنا بخسل شعري كل 3-4 أيام لأني بعمل حمام زيت قبل كل شعور فده بستخدمه بيقعد الثلاث أيام ريحته في شعري سيكرت لاوف ريحته زي موتركو سكاندال باي نايت جربت منه بقى السينت التاني حبيته جدا جدا هو ميدنايت ويش ريحته بالظبط زي دارك كيس من باثن بادي ويركس قوي وفواح جدا هي ريحة سويت الناس اللي مش عارفة دارك كيس أفتكر أن أنتوا عارفين أكيد ريحتها ريحة سويت مع ريحة كده فيها بخور خفيف قوي فالتنين دول من الحاجات اللي سباتهم حلو قوي مش بيينشفوا الشعر هما دايما يعني بيبقوا كاتبين أن أنت ترفعي جذور الشعر وترشي على شعر كله الحياة ما بيعملوش أي حساسية ما بيعملوش أي مشكلة الكواليتي بتاعتهم رائعة وريحتهم سبتة وفواحة وقوية من أجمل الهيرماس اللي جربتهم الفترة دي مع حاجات تانية منكر بأكلمكو عنها بعدين بس ده حبيته جدا وبمناسبة الهيرماس بقى كمان قلت أجرب من بابلز الهيرماس بتاعهم اللي هو البيتش كوكونوت اللي هو بيجي باللون ده في واحد تاني أعتقد اسمه كاندي بوب من عندهم لونه بينك بس ده كمان راحته حلوة قوي أولا الهيرماس بتاعه واسع قوي كوكونوت مع كاندي على أورنج بلاصم كده كأن توفي مع كوكونوت فهمني راحته حلوة قوي راحته سويت جدا بس الحقيقة يعني أنا كنت متخيلا أنه هو هيكون ثابت هو ثابت وأضعف شوي هو موجود ليقرب منك حشان مريحة شعرك كوكونوت حلوة سويت كده فراش بس عنا فكرة هو كمان صراحة مش بيناش في الشعر أبدا خالص لأ هو من جوة السائل بتاعه شفاف مش أبيض كمان سيفن سيكرت برضو السائل بتاعه شفاف شوية فأنا لو هرشح لكو هرشح لكو أكتر من سيفن سيكرت بس ده كمان راحته بصراحة حلو قوي عجبتني بتوغط في الشعر يوم تقريبا أو يومين بكتير أخسلي شعرك هو موجود حاجة كمان بقى من مفضلاتي جدا الفترة دي هو الفيتامين سي سيروم ده من نجلة ودي تاني بطل أنا بشتريها وبجربها خلصت أول مرة يعني عبوة منهم ودي تاني واحترية دي فيتامين سي عشرة في المية في هايلورونات السوديوم في هايلورونات السوديوم في جليسرين مستخلص البابونج مستخلص عرقسوس عسل مستخلص مش عارفة إيه كده حاجة تانية فيتامين سي سيروم ده أنا بستخدمه في الروتين الليلي بعد ما بغسل وشي بستخدم فيتامين سي قبل النوم ممكن كمان استخدم من بالية وده قربت أخلصه خليني أوريه لكم أنا كنت أكلمتوكو قبل كده عن سيرامات بالية أنا كنت شارية شوية كده بجربهم بمنتال أمانة بيصفي البشرة جدا بس استخدامه عايز كتير عايز بترطبي البشرة معاه بتستخدميه في الأول أول كم مرة كده عشر دقايق وتشتفيه بعد كده أنا بقيه بنام به خلاص لأن بشريتي تعودت عليه الناس البشرة متعودة على المقشرات هيعجبها جدا الـ AHA peeling serum ده هو فيه نية سينمايت كمان هخلصه وهحكي لكم عن تجربتي كاملة بس هو من مفضلاتي الفترة دي جدا جدا بيصفي البشرة والحبوب اللي تحت الجلد الصغيرة مع الوقت بتبتدي تتقشر وتطلع لهي الصغيرة قوي اللي بتكون مش الحبوب الملتهبة أبدا ما تقدريش تستخدميه مع حبوب ملتهبة في حقيقة الفترة دي فيه حاجات كتيرة قوي أنا حبيها بتكون bright أكتر أنا خرجت شوية من جو اللون الأسود لفترة دي حبيت أخرج شوية من ده وزي ما قلت لكم بدأت أعود نفسي على الـ color palette بتاعتي الألوان اللي بتنسبني أكتر ومع ده قررت أنت شوية أروح للحاجات اللي فيها glitter أكتر حسني حابة قوي موضوع glitter والشمر والجودة وخصوصا إن إحنا في الصيف فجربت ده اللي بقوي اللي بيجي فيه شمر ده خطير حلو جدا جدا خليه شفاية في شكلها plumping كده وحلوة أنا بحطه في النص بس بصراحة بحس إنه هو يعني بيبقى ألطف لوين شفاية فيكس وغنونة قوي لأ ممكن لما تحطيه تحسي إنه هو عمل لك حلو وعلى سيرة الحاجات الكيوت دي في حاجات الفترة دي أنا حبها قوي ده من يولو هو درجته 232 ده شكله في glitter ولونه فوشية pink شوية على silver ده حلوة بس أنا مشكلتي مع nail polish أو المانيكيرات اللي فيها glitter إنها بتاخد وقته مجهود عشان تطلع فكنت بدور على nail polish remover wipes دي دي من pretty woman دي باللفندر ريحتها خفيفة جدا جدا فنس كتير واضحة أكتر من دي آآ في زي الأسيتون مع آآ آآ زيت مرتب فبيكون هايل ما بيخليش الدوافر تصفر مش بيخلي الدوافر نشفة بيخليها مترتبة وحلوة أوي ولكن برضو مشكلته إن هو مع المانيكير اللي فيه glitter هتحسي بمعاناة وانتي بتطلعي شوية فيمكن المانيكيرات اللي فيها glitter دي بتبقى مزعجة لهذا السبب لكن غير كده أنا بحس إنها حاجة كده مبهجة مؤخرا بقيت مبسوطة بالمود ده بس قبل كده لأ ما كانتش دي my vibes آآ كمان nail polish ده من magenta nails كلمتوكو عنه قبل كده آآ بس كلمتوكو عن shade ده شايفين ده خطير بيكون في آآ درجات زي rainbow كده مع السيلفر تحفة 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 جدا عالضوافر جدا من شكله مميزة في منه الغولد كمان برضو بيكون الغليتر فيه ألوان مع جولد مع سيلفر ده شكله الغولد مش بيليق مع كل الناس بس زي ما قلتلكو ده في الكالور بالت بتاعتي وأنا من الناس اللي عموما بيليق عليها الغولد أكتر من السيلفر ده كان مئة وعشرين فهو الغولد خطير خطير بس زي ما قلتلكو هتعانوا معي عشان تطلعوه لو هتستخدموا الوايبس دي أما لو استخدمتوا النيل بولش ريموفر العيدي هيبقى أوكي عالوا بقى نتكلم عن البرفيم أكتر تلاتة بيرفيم أنا حبهم جدا جدا الفترة دي أول واحد هو ده شكله وده بديل عن أنا مجربتش الانتنس من فمش أدري أفتكو بس أقدر أقول لكم ان البرفيم ده أنا شم فيه المكونات اللي موجودة فعلا في الانتنس البرفيم ده تقيل البرفيم ده ريتش جدا غني جدا فيه الأورنج بلاصم السويت ريحة الفانيلا كريمي جدا وده سماء ريحة التوت الأحمر زي اللي موجودة في عطر النبراس من لطافة لو انتو فاكرين ريحة التوت الأحمر الدسم التقيل السويت قوي ده بحيس انه هو كأنه التوت أحمر زي السيرة بالتوت الأحمر مش ساور مش لازع مش ريت كارند هو ريد باريز فريحته خطيرة خطيرة بجده حلوة قوي سويت ودسم وشمل الريد باريز حاسة انها دلشيس قوي قوي تحيسك عايزتك ليها كده مع الأورنج بلاصم وريحة الأورنج واضحة مع فانيلا كريمي ودسمة وفي الآخر بشم شوية بريلين الناس اللي ما بتحبش لوفي بل بتحس ان فيها حتة سويت كده بتجزع شوية أو حادة شوية هتحس ان ده أنا عم بس في نفس الوقت ريتش قوي وغني جدا بص البرفيم ده يعني يتاكل أداء بقى يعني أنا عارفة ان انتو هتجري تشترو وبجد يستاهل أداءه خطير أداءه سباته فوحانه تحفى تحفى من هدا للصبح حبيته جدا شايفة ان هو يصلح للصيف بالليل يصلح للخريفة يصلح للشتاء لانه دسم وتقيل والفانيلا فيه حلوة حلوة جدا جدا بس هو سويت هو سويت قوي وشو جري فخدوا بالكم بس لو مش بتحبي لفيه بال الإصدار الأول لأ عندك فرصة تجربي ده وممكن تحبيه شو جري قوي برضه شو جري قوي وحلو قوي حاجة كمان رجعت لها الشهر ده ومكنش حبها زمان بس مستغربة ان انا حبها قوي دلوقتي البرفيم ده من رصاصي اسمه كريمي باودري وده شكله أجمل ما في البرفيم ده ان ريحته فخمة ريحته إليجنت قوي ريحته شيك جدا مميزة مش شبه اي حد وسعره قليل جدا وسابت وفواح ريحة الظهور البيضة مع الفانيلا الكريمي برضه بس هنا الياسمين لا مش مزعج هنا مش ياسمين هنا جارديني اكتر حسن البرفيم إليجنت شيك قوي قوي بيفكرني شوية يعني لو انتو بتحبوا نارسيسو الاسود نارسيسو رودريجس الاسود اللي هو الـ EDT البرفيم ده يعجبكو قوي هو كريمي وباودري فعلا بس فيه اظهار بيضة ولما بيوصل للدراي داون ولما سبته فترة طويلة يتعتق ويتقل ايضا اقول لكم انا شم منه ريحة فعلا سويت اكتر حسن الفانيلا ظهرة بس ظهرة بشكل كده فينتج شوية حسن البرفيم ده فيه ريحة باودر قديمة وفي نفس الوقت مو سوى برفيم راقي قوي بحس ان ينفعش لسن صغير ابدا 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 عايز ستة كده شيك وراقية وبتحب شوية العطور السويت بس محتفظة باناقتها وشياكتها ورزانة يعني والرزانة بتاعتها كده مش هقدر اقول لكم غير ان ريحته بجد مميزة مش هتشمه حاجه شبهه وهو حجمه مش كبير هو افتكر 30 ملي او 35 ملي الباطل بتاعته بتيجي من بره زجاج ومن جوه من بره بلاستيك ومن جوه زجاج مصنفر هو صناعة اماراتية وهو زي ما قلت لكم من الرصاصي وسعر قليل جدا جدا برفيم تاني برفيم تالت الشهر ده انا بستخدمه يعني بجنون هو سكادة سنتمنت وده بيجي اوضو توالات البرفيم ده بيبدأ بريحة زهرية ساور شوية الفواكه اللي هنا ريت كارنت اللي كنتم بكلمكم عنه الساور مش الفواكه اللي هي الغنية ريحتها زي السيرب الفواكه لا هنا الفواكه ساور معها خوخ معها مش مش هنا روح التسعينات ده برفيم من التسعينات يبدأ بريحة فروتي جيرلي ريحته زي تامي زي برفيم من تامي هحطلكوا صورته هنا ريحته قريبا منه قوي يبدأ بفايبس التسعينات كده الفواكه التسعينات دي زي ما قلتلكوا الخوخ المش مش في فييلت في آيرس طبعا في آيرس كتير في عطور التسعينات كده يروح على بيبي باودر قوي 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 مميز خطير مفيش حد الفترة دي شام البرفيم ده في الدراي داون اللي لو سألني هو ريحت الهدوم حلوة كده بيثبت جدا زي ما قلتلكوا أنا بخرج من الشهر برش هدومي كلها بادي سبلاش وبرفيم أنا بختار بادي سبلاش مع بيرفيم من اختياري أنا شوفهم حلوين قوي مع بعض بروح رشاهم مع بعض والبرفيم برشه على أماكن النبض بس أنا بالنسبة لي هنا وهنا أوكي هنا وهنا وهنا بالنسبة لي مش أوكي بالنسبة لي أنا عندي تحسس في الأماكن دي جدا برشه على الملابس برشه على الظهر بحي برشه قوي برفيم على الظهر فسكادة سنتمينت من الحاجات اللي بستخدمها زي ما قلتلكوا الفترة دي كتير كتير جدا جدا وخصوصا لما بكون لابسة اللون الأبيض أنا الفترة دي بلبس أبيض كتير قوي يعني حاسة أن أنا رايحة للمود ده قوي فسكادة سنتمينت من الحاجات اللي أرشح لكم جدا دلوقتي وخصوصا إذا كنتوا بتحبوا ريحة البيبي باودر بس في النهاية أما الأوبنينج هتشمي ريحة فروتي ساور فيها برضو باودر طبعا البرفيمز اللي هتعملك حالة من النوستالجيا كده كمان من الحاجات أنا فكرة اللي عايزة أجربها ريت جينز من فرزاتش يمكن قريب أشتريه وأكلمكم عنه بس حاسة أنا هو هيديني قوي الفايبس اللي أنا حبها الفترة دي وآخر برفيم هكلمكم عنه النهاردة هو نارسيس رودريغس الـ EDT البرفيم ده لأن عندي منه بديل من مايلستون جربته مؤخرا فأنا الحقيقة بصراحة بقيت بحتفظ بالأوريجنال اسمه نارسيسا فور هير لأن في ناريسا كمان ناريسا دي من نزول هامرا أما نارسيسا فور هير باشن أو باشن دي من مايلستون ودي نسخة طبق الأصل من العطر الأوريجنال أنا طلبة بتاعة ميزون هامرا كمان أجربها وقولك وهي شبه الأوريجنال ولا لا بس الحقيقة البرفيم دي أول ما اشتريها تحسي نسبتها وإداءها مش أفضل حاجة بعد فترة البرفيم بتثبت بتبقى قوية بتبقى فواحة بتبقى فوق المتوسط بشوية أفتكر أن ميزون هامرا هتكون أعلى لأن ميزون هامرا الحقيقة الفترة دي عاملة بيرفيمز خطيرة دي واحدة من الجامز اللي أنا شافها عندهم بيرفيم جذاب جدا جدا عايز أقول لكم ده بجد خدوه والله يعجبكو قوي بس كده مش عايز أطول أكتر في الفيديو ده عندي حاجات كتير قوي لأن زي ما قلت لكم هم كنتم تأخرة عليكم عندي حاجات كتير قوي ممكن أكلمكو عنها بس خليها الفيديو اللي جاي وهرفيوه معاكو دايما كده تباعا كل فيديو هرجع لعطرين سابقين كلمت عنهم قبل كده هنتكلم عنهم تاني بعد تجربة طويل هرجع أقول لكم رأيي فيهم بقى إيه مش ناسي أبدا واحدة من متابعاتي العزيزيات جدا طلبت مني أن أراجع تاني عطر قيمة وأقول لكم رأيي فيه بقى إيه بعد ما قعد معايا طبعا فترة طويلة يمكن فوق السنة ونص هكلمكو عن عطور تانية بجربها وإيه رأيي فيها لو بتحبوا محتوى القناة ومهتمين طبعا تقدروا تعملوا تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك للفيديو وتتابعوني على إنستجرام هحاول على إنستجرام إن أنا إن شاء الله فترة الجاي أصور لكم فيديوز وريلز هناك نشوفكم إن شاء الله يحاولون الفيديو الجاي كما عكو دينا وباي باي